اهلا بكل احبة متابعي الشوط الثالث في كل مكان وحييكم احلى تحية الموعد يتجدد دائما عبر الشرقية وعلى الهواء مباشرة نأخذكم للتعرف على اهم الاحداث والمتابعات الرياضية جولتنا لهذا اليوم نبدأها من اهم العناوز مدرب المنتخب الاولمبي راضي شنيشل يكشف للشوط الثالث برنامجه الاعدادي لدورة الالعاب الاولمبية باريس الشوط الثالث يرافق معسكر اعداد لاعبي المنتخب العراقي بالعاب القوى البرالومبية في اليابان استعدادا لدورة الالعاب البرالومبية واتحاد الكرة يعلن انطلاق دورة مشغلي تقنية فار بمشاركة نخبة من الحكام الشباب وباشراف الاتحاد الاسيوم اذا هذه كانت اهم العناوين سنأخذكم الى تفاصيل اكثر واخبار اخرى بعد فاصل القصير ابقوا معي اشتركوا في القناة من العناوين الى التفاصيل اهلا بكم سادتي الاحبة بدأ مدرب المنتخب الاولمبي راضي شنيشل وجهازه الفني المساعد باعداد البرنامج الاعدادي للمنتخب الاولمبي العراقي استعدادا للمشاركة بدورة الالعاب الاولمبية باريس اذا عقد اتحاد الكرة اجتماعا مهما في مقر الاتحاد مع مدرب المنتخب الاولمبي وملاكه المساعد وتناول الاجتماع التباحث في اعداد المنتخب الاولمبي لأولمبياد باريس الاتحاد يسعى الى توفير جميع مستلزمات النجاح للمنتخب الاولمبي في اولمبياد باريس والظهور بصورة مميزة تعكز تطور اللعبة في العراق كممثل للكرة العربية والاسيوية في هذا المحفل الكبير وستكون هناك اجتماعات متواصلة والكل يعمل كفريق واحد بروحية واثقة وتنسيق عال بين مدرب المنتخب الاولمبي بالروحية التي يسودها التفاهم والاجابية في الطروحات والرؤى اشني اشي الاشار بانه لدينا طموحات بان تكون الاولمبياد فرصة مناسبة ليظهار قدرات اللاعبين وتعزيز حذورهم امام منتخبات المجموعة وهي اوكرانيا والارجنتين والمغرب بطريقة تليق بسمعة الكرة العراقية اذا ان شاء الله بانتظار انضمام الكابتن راضي شنشي المدرب المنتخب الاولمبي للحديث معه حول التعرف على برنامجه الاعدادي الخاص بمسيرة المنتخب الاولمبي واللي يكشف عن الاتحاد ان هناك عدد من المباريات المهمة اللي رح يخوضها الفريق تتلائم مع المستوى العام للمنتخبات القوية اللي رح تلاقي الفريق العراقي في نهايات الاولمبياد الارجنتين وايضا المنتخب المغربي وبالتأكيد يعني مجموعة مهمة وقوية رح تلاقي الفريق العراقي في هذه البطولة وبالتأكيد هناك ايضا بعض الاستفسارات سنوجهها للكابتن راضي شنشيل اللي ننتظر انضمامه معانا في اتصال هاتفي ان شاء الله يكون معانا وبالتأكيد يعني نتمنى اكيد الموفقية والنجاح للمنتخب الاولمبي العراقي في مهمته القادمة لا سيما ان المهمة صعبة جدا وانه العراق يحاول ان يعزز مكانته اللي حصل عليها في عام 2004 حصلنا على المركز الرابع تحت قيادة المدرب الكبير عدنان حمد لكننا اليوم نريد ان نخطف ميدالية للحديث بصورة اوضح وادق ينظم معي من العاصمة الحبيبة بغداد وعلى الهواء مباشرة في هذا الاتصال الكابتن راضي شنيشي المدرب المنتخب الاولمبي كابتن راضي مساء الخير واهلا بك ضيفا في الشوط الثالث عبر الشرقية السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله أخير حضرتكم مشاهديك الكرام كابتن مبارك تأهلكم بجدارة واستحقاق الى نهائيات الولمبياد وبالتالي نريد ان نتعرف على البرنامج الاعدادي اللي وضعت حضرتك بمعية زملائك في الكادر التدريبي لا سيما ان هناك كانت جلسة واضحة مع اتحاد الكرة واللجنة الولمبية بصدد توفير المعسكرات والمباريات يا ريت نتعرف كابتن راضي السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله كابتن لوي صبعي رايكو معنا بعد قليل بالتوفيق الشاء الله بالنسبة للبرنامج خلال جلسة مع الاتحاد وكذلك السادة التدريب المنتخب الوطني هو الآن تداخل بين الوطني والأولمبي فوضعنا نقول النظام عمل حتى يكون هناك تنسيق أنه لا يكون هناك تقاطع بين العداد المنتخبين المنتخب الوطني الآن عند استحقاق وتصفير كاس العالم تكملة تصفير كاس العالم في الشهر السادس وعندنا جزء من لاعبين وكذلك مختارين من لاعبين المخارج القانوني فأعتقد الآن المنتخب الوطني صعب تجمع وكذلك وجود بعض المباريات المؤجلة بالنسبة للدوري فتريسنا في هذه الفترة عدم تجميع المنتخب الوطني لهذه الضروف نعم كابتن راضي ما حقيقة تهيئة عدد من المباريات المهمة التي تتلاءم مع المستوى الفني لفرق مجموعتنا كالفريق الأرجنتيني والفريق المغربي هل هناك مباريات تم الاتفاق بشكل نهائي عليها؟ الآن مثبتة لدينا مباراتان في فرنسا قبل البطولة هي يوم دعش سبع مع بارغواي و دعش أو ستعاش مع نيوز و في الأفق أو في مفكرتنا أنه تكون قبلها أكون مباراتان يعني أعتقد يكون أفضل حتى يكون الفريق معجل استعداد على مستوى يعني يخرج من النطاق نسمي المحلي وينتقل إلى النطاق الدولي أو المبارات ذات المستوى ورتم العالي أتمنى أن توفر هذه المبارات الآن مثبت مباراتان ونبحث عن مباراتان آخرتان نعم أكون معسكر خارجي الآن في الأفق القريب كابتن كابتن راضي تسمعني يعني انقطع الاتصال بالكابتن راضي سنعود الاتصال معه هناك بعض الأسئلة المهمة الأسئلة أن هناك بعض الأخبار التي تفيد أن هناك استبعاد لعدد من الكادر الفني المساعد للكابتن راضي شنيشل وبالتالي بالتأكيد من يجيب على هذا الموضوع بالتأكيد هو الكابتن راضي شنيشل أرجع وأقول أن مجموعاتنا ستضم المنتخب المغربي والأرجنتيني بالإضافة للمنتخب الأوكراني يعود معنا الكابتن راضي شنيشل من جديد كابتن أحيي كمرة أخرى هل هناك معسكر تدريبي في الأفق القريب للفريق الأولمبي الآن في هذه الفترة لا يوجد نتيجة للضغط الدوري وكذلك الاستحقاق المنتخب الوطني سوف يكون طبعا أعتقد هناك فرصة لتجميع اللاعبين لكن نحن نجد خطتين أي وبي إذا ما صارت أي أدنى بي موجودة بس الآن المثبت أنه هو المعسكر بشهر السابع موجود وكذلك المبارات بارغواي ونيوزلل نعم كابتر راضي هل استقريت على الأسماء التي سيتم استدعائها لتدعيم صفوف الأولمبي من الأعمار الكبير ولاعبي الفريق الأول أم إلى الآن لم تستقر على هذه الأسماء تشوف الأسماء وطبعا يعني صار قنقل موضوع الشارع والقياضين الخبراء الآن أنت لا يمكن أن تتحدث بأسماء محددة تضع مجموعة من الأسماء وتراقب هؤلاء اللاعبين لأن ممكن لا سامح الله تحدث صفات صرف اللاعبين ممكن المحترفين اللي أنت تدعيهم عنديدهم ما توافق أنه يتواجدون لأن البطولة خارجي وفي فا دي فخلينا هذا في نظر الاعتبار لكن الرؤية هي واضحة جدا ومثبتة عندنا مجموعة ممتازة من لاعبين الأهلون إلى الأولمبيات وركاز أساسية سوف يكون لها شان كبيث في كرة القدم العراقية وكذلك مجموعة خارج السن القانوني وقعدنا بعض اللاعبين اللي هم طبعا يعتبرون إضافة نوعية وما صارت الفرصة يتواجدون معنا هم موجودين الآن الأسماء لا يمكن أن تطرحها نعم تتبتها الآن لأن ممكن أن يصبح عندك أي ظرف تترك الموضوع للوقت المحدد إليك بعدين تطرح الأسماء والكل أنا أعتقد بس فيما خيلتك كابت الراضي أكيد أكو بعض الأسماء اللي حضرتك شبه مقتنع بيهم أكيد أنا طبعا الكادر تدريبي محدد الأسماء الموجودة من المنتخب الأولمبي أو محدد الأسماء الموجودة من المنتخب المراكز محددة حاجة الفريق محددة مستوى البطولة ومستوى عالي يجب أن تختار اللاعبين اللي يناسبون هذه البطولة طيب سمعنا أنه هناك استبعاد من قبل حضرتك لعدد من أعضاء الكادر المساعد وعلى رئسهم الكابتن القدير نزار أشرف وأيضا مدرب الحراس صالح حميد واحتمال المخلل النجم الدولي السابق عبد الأمير ناجي ما صحيحة أو ما مدى صحة هذه الأقاويل والله أنا أمس معي حال أحالكم ممكن يوجد نظر بالموضوع بس أنا أعتقد لا يوجد هناك سبب لابعاد الكادر التدريبي بهذه الصورة الكادر اللي اشتغل في هذه البترة ومن بطولة غرب آسيا للتصفيات الأولية للنهائية أنا أعتقد لا يمكن أن تجازي لكن مشكلتنا الآن هي في العدد الآن العدد محدد وهو من 29 إلى 31 نفر يتضمن 22 لاعب 18 يتواجدون يعني موجودين تواجد حقيقي والأربعة بدلاء في حالة إصابة أي لاعب والكادر الإداري سوف يقلص الكادر الطبي سوف يقلص وممكن يعني من هو يفرض هذا العدد العفو كابتن راضي الليجنة المنظمة الليجنة المنظمة المشكلة الأولمبيات هذه حقيقة هو يعني مستغرب أنه أنت تاخذ 18 لاعب يعني تاخذ شراسة 2 وتاخذ 16 لاعب فأنا أعتقد والبطولة يعني شون كيسر حالة سابقا 16 منتخب يعني بطولة سوا عالي مضغوطة جدا مضغوطة جدا فأنا الأربع لاعب اللاعبين هم متواجدون معنا لكن غير مسجلين في حالة إنه إصابة علاعة ممكن ترفع تقليل أما الآن اللغة اللي موجودة على الكادر التدريبي فأنا قلت سابقا وهسا ولاحقا قلت ممكن نحتاج إلى مستشار مستوى عالي وإنظاف وطبعا هذا صعوبة الاستخطابة لكن نحاول طبعا أنا متواصل مع بعض المداربين ممكن تكون صعب أما تقليل الكادر التدريب بهذا الصورة لا بس الظروف في بعض الأحيان تضغط عليك طيب أخيرا كابتن راضي يعني أكيد أمنياتنا القلبية لحضرتك وللمنتخب الأولمبي العراقي الظهور بالمستوى ورغم صعوبة المهمة كان الله في عنكم لكنكم عودتمونا على الانتصار هل أنت متفائل في هذه المجموعة التي أنا أعتبرها مجموعة عديدية والله شوف إذا لا توجد هناك طموحات أو تطلعات أو أهداف أو حافز فأنا أعتقد أنت تذهب جارة المشاركة وترجع أنت حتى لو تريد تذهب وتعرف أنه المهمة صعبة يجب أن تحاول يجب أن تأد نفسك أعداد جيد يجب أن تمثل البلد تمثيل مشرف المنافسة يجب أن تكون منافسة قوية ما طول أكو حبوب موجودة بالملعب يجب أن تلعب على هذه الحبوب أنا أعتقد الفريق إذا ما اجتمع لاعبين اللي هم بالمنتخب الوطني واللاعبين هم مميزين واللاعبين اللي قدموا مسترات عالية بالبطولة الأخيرة أنا أعتقد أن سوف يكون هناك فريق منافس لهذه المنتخبات لا يوجد مستحيل في كرة القدم ونعمع على هذا العامل إن شاء الله نعم أتمنى الموفقية لحضرتك الكابتن بالتأكيد سنكون حاضرين معكم في وضعكم بآخر المستجدات راضش نيشل مدرب المنتخب الأولمبي كنت معي في هذا الاتصال من العاصمة الحبيبة بغداد نعود لاستكمال بعض المتابعات الرياضية الخاصة برياضتنا لهذا اليوم ونذهب إلى النهائي الكبير لدوري السلة الممتاز الذي يقام على قاعة الشعب الدولية واللي يضم فريقا الدفاع الجوي والكرخ إذ تنطلق في قاعة الشعب نهائي دوري السلة الممتاز وتجمع الدفاع الجوي بالكرخ الدفاع الجوي يمتلك الأفضلية في النتيجة لا سيما إنه تفوق على الكرخ 2-0 فضلا عن أنه سيخوض اللقاء بصفوف مكتملة إلى جانب الريهان على أداء المحترف التونسي رضوان بن سليمان الذي يلعب في مركز السنتر الجهاز الفني للفريق الجوي تحت قيادة المدرب نظار غالم يطمح إلى مواصلة رحلة تألقه هذا الموسم لا سيما إنه حل في صدارة الدوري بمرحلتي وصولا إلى الأدوار النهائية طامحا لاستعادة اللقاء الغائب عن خزائنه منذ 25 عام أما مدرب الكرخ بلال حاتم فقد أرسل رسالة شديدة اللهجة إلى المنافس أن بإمكانه اجتياز عقبة أي فريق يلعب أمامه وسيدخل اللقاء بكتيبة زاخرة بالأسماء المحلية والمحترفين علاوة على أنه سيحاول تسخير خبرته التدريبية بغية تحقيق انتصار أول في السلسلة وبيّن أن فريق الكرخ المتوج بأكبر عدد من الإلقاب 13 مرة يتطلع إلى مواصلة تقديم عروضه القوية علاوة على ذلك فإن صفوف الكناري مكتملة أيضا ولا تعاني من أي إصابة إذن سبعة مباريات هي حصيلة المباريات اللي رح يلعبها الدفاع الجوي والكرخ وهي نظام الاتحاد الدولي لكرة السلة لكن الدفاع الجوي فاز مرتين على فريق الكرخ وبالتالي يحتاج مرتين للفوز ويضمن لقب الدوري بتأكيد أيضا رح نكون معكم إن شاء الله أولا بأول في التعرف على نتيجة هذه المباراة إلى دوري كرة اليد الذي وصل إلى مشارف الختام بتتويش طبعا فريق الكرخ لكن الصراع على الوصافة هو على أشده ما بين فريقي الجيش والحجد الشعبي اتغلب نادي الحجد الشعبي بكرة اليد على فريق الجيش بـ 32 مقابل 26 هدف ضمن مباريات الدوري الممتاز بكرة اليد والتي أقيمت على قاعة نادي الجيش في بغداد وأنهى نادي الحجد الشعبي الشوط الأول المتقدم من 17-9 لنادي الجيش حيث شهدت المباراة توهج وعزم واضح للاعبي الحجد التفوق المباراة ليواصل للاعبين التقدم في الشوط الثاني وبهذا الفوز يقترب الحجد من وصافة الدوري خلف نادي الكرخ الذي تويج رسميا بطلا للدوري أيضا طبعا نبارك لفريق الحجد الشعبي الرياضي هذه النتيجة وفريق الجيش من الفرق الكبيرة المهمة التي الآن تسطر أروع الإنجازات بكافة فرقها مباراة كانت قوية لكن نادي الحجد حسم النتيجة لصالحي نبارك للفريقين ونقول مبارك لفريق الكرخ اللي حسم الدوري قبل انتهاء بدورين أخيرا نأخذكم سادتي الأحبة ومثلما تعودتم أن نضعكم في قلب الحدث الرياضي الشوط الثالث يدخل أسوار إعداد لاعبي المنتخب الوطني بألعاب القوى البارالومبية الذي يستعد لدورة الألعاب البارالومبية في باريس خلال أعبه المنتخب الوطني بألعاب القوى البارالومبية معسكرا تدريبيا في مدينة كوبي اليابانية استعدادا لنهايات دورة الألعاب البارالومبية القادمة في باريس الكابتن ماسل محمد خص برنامج الشوط الثالث ببعض اللقاطات الخاصة بالمعسكر الذي بدأ منذ يومين في مدينة كوبي اليابانية برفقة البطلين العالميين جراح نصار وولدان نزار صاحبي الميداليات ستسبق دورة الألعاب البارالومبية والتي سيشارك فيها ألف متسابق يمثلون أكثر من 110 دول المعسكر سيستمر لمدة شهر يتضمن جراعات تدريبية صباحية ومسائية تحت إشراف اللجنة البارالومبية اللي يوفرت العديد من المعسكرات لأبطال المتأهلين لدورة الألعاب البارالومبية المقبلة في باريس شكراً للكابتن مازن على تعاون مع الشوط الثالث في وضعكم بآخر المستجدات الخاصة بمعسكر الأبطال جراح نصار البطل العالمي وأيضاً ولدان نزار وبتأكيد نتمنى الموفقية والنجاح لأبطال اللجنة البارالومبية وإلى مدرب المنتخب بألعاب القوى الكابتن مازن وأيضاً إلى الدكتور عقيل حميد رئيس اللجنة البارالومبية اللي وفرت المعسكرات بجودة عالية بدول متطورة لغرض تحقيق المنجز لأبطال اللجنة البارالومبية إلى الجزء الثاني من حلقة هذا اليوم سادتي الأحبة واللي رح يكون مخصص على الدورة اللي أطلقها اتحاد الكرة الخاصة بمشغلية تقنية الفار بعد بالتأكيد طبعاً لزيادة المعلومات وزيادة الجروعات الخاصة بتطور منظومة فار هذه الدورة اللي طبعاً شارك بها أكثر من 20 حكم من حملة الشهادات العليا جاءت أيضاً تحت إشراف عدد من المحاضرين الدوليين الآسيويين وبالتالي رح ندخل لنتعرف على أدق التفاصيل الخاصة بهذه الدورة اللي تعتبر من أهم الدورات التطويرية لحكام دوري المحترفين وخصوصاً مشغلي تقنية فار عن هذا الموضوع ينضم معنا للحديث عن الكابتن الحكم الدولي السابق عضل إجنة الحكام المتحدث الرسمي باسم دائرة الحكام المركزية الكابتن لؤي صبحي أديب الذي ينضم معنا من استوديوهاتنا في بغداد الحبيبة وعلى الهواء مباشرة كابتن لؤي مرحباً بك ضيفاً كريماً في حلقة الشرط الثالث عبر الشرقية السلام عليكم السلام عليكم سيد محمد تحية إليك وتحية لجميع المشاهدين ومتابعين برنامج الشرط الثالث وعلى الكادر جميعاً الله يحفظك كابتن لؤي طبعاً نريد ندخل في تفاصيل عديدة لمعرفة تفاصيل هذه الدورة وأيضاً الأعداد اللي شاركت وما سيجنيه المشارك بعد أن تحدثتم أنتم على أن هناك تقنيات عالية ستكون حاضرة في هذه الدورة ياريت تطلعني عن تفاصيل هذه الدورة اللي انطلقت قبل يومين وأعتقد راح تستمر لسبعة أيام بسم الله الرحمن الرحيم طبعاً بالاتفاق مع الاتحاد الدولي وخاصة شركة ميديا برو المسؤولة عن تقنية الحكم الفيديو ومشغلية لعادة أقيمت الدورة يعني بالتعاون مع الاتحاد العراقي لكرة القدم بمقارة تحاد كرة القدم ومشاركة تقريباً 23 مشارك وبحضور المحاضر المرخص من الاتحاد الدولي السيد هادي البقاعي وزملاء من شركة ميديا برو بالإضافة إلى حضور المدير عام لشركة ميديا برو والإشراف يوم أمس والاتصال مع السيد الاتحاد في اجتماع مكثف لغرض تطوير كوادر المشاركين ولكن تصحيح بعض المعلومة أن المشاركين ليس هم من الحكام المشاركين هم من أصحاب الاختصاص في موضوع الأيقونات والكمبيوتر والحاسوب والبرامج اللي خاصة بالتقطيع والإرجاء ومن الكفاءات اللي أرسلوا سيفياتهم إلى اتحاد كرة القدم ومن ثم إلى شركة ميديا برو وتم دخولهم لهذا الكورس طبعا الكورس هو لحد هذا الوقت اللي احنا نتكلم به بالمباشر هم متواجدين في مقر اتحاد كرة القدم من الساعة الثانية ظهرا إلى الساعة التاسعة ليلا لفشح المجال للمشاركين اللي عنده ممكن يكون عنده انتحان فاينال أو اللي عنده ارتباط في دوامه طبعا الدورة مكثفة جدا ويتم إلقاء معلومات حديثة من خلال السيد المحاضر هادي البقاعي وسيد مسؤول تقنية الفار في بغداد علي كريم السيد علي كريم نعم بالإضافة إلى نعم طبعا بجهود شخصية ويعني مكثفة طبعا على مدار شهرين إلى تم الموافقة من قبل اتحاد كرة القدم والاتفاق مع شركة ميديا برو من أجل التسهيلات المقدمة لقامة هذا الكورس اللي لأول مرة يقام على هذا المستوى وعلى هذه الأجهزة الحديثة يا ريت تضعني حضرتك لذول ليسوا بحكام هم مشغلي تقنية الفار طيب مشغلي الفار أليسوا بحكام هم يبدون رأيهم ويشاركون الحكم باتخاذ القرار لو ما لهم علاقة بالموضوع يعني تقنية الفار تتألف من مشغل لو من حكم يا ريت اطلعني وتوضح لي لسادة المشاهدين نعم طبعا مثل ما معمول بي بالاتحاد الدولي والاتحاد الآسيوي والاتحادات القارية اللي تم اعتباد تقنية حكم الفيديو المساعد طبعا ليس بالضرورة أنه يكون مشغل العادة هو من أمن الحكام ولكن عليه أن يتكون له بديهية عالية جدا ويحسن استخدام الحاسوب ويحسن استخدام الرياكشن السريع مع حكام الفار حكام الفار اللي هم موجود حكم فار وحكم اي في اي ار هم دولة اللي يقررون هذه الحالة ممكن تكون لجزاء وممكن خروج الكرة يعني أقصد المشغل ما يبدي أي رأي الكارت الأحمر ثاني مجرد يهيئ اللقطة ليعيدها أكثر من مرة بطريقة مونتاج والحكم هو صاحب القرار بالضبط بس كابتن له أي عالي أكو مرات حالة تمشي والحكم يمشيها لكن يجي نداء يقول لي يعني كذا 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 من الذي يطلق هذا النداء من غرفة الفار الحكم لو المشغل لو شنو يعني كابتن لا لا الحكم أستاذ محمد كل غرفة بيها حكام اثنين فار وإي دي آر الحكم ممكن أنه يستلم معلومة من الحكم اللي جالس بجنبه ولكن بالنسبة للأوبريتر اللي هو مشغلي لعادة ليس له الحق بالتدخل في الحالات التحكمية مجرد أنه يعطي لقطة مناسبة حسب طلب حكم الفار يعني جاي بي آي تي مجرد أنه يشتغل بالتقنية العالية نعم طيب نعم وضحت الصورة الآن كابتن لؤي الآن نرجع إلى هذه الدورة كيف اعتمدتم الأسماء اللي تم المشاركة واللي حسب ما فهمنا أنتم تعولونه كثيرا على كفاءاتهم يعني قرعة إعلان استقدمتوهم بالعلاقات شلون هم عددهم عشرين طبعا المشاركين 23 مشارك من كافة محافظات العراق نعم طب من الطلب من خلال الكابتن علي كريم وإرسال تم إرسال المشاركين لكل واحد عنده سي في السي في يختص بالمونيتر والأوبريتر والأمور الخاصة بالتقنيات اللي حضرتك يعني تعرفها أكثر من أدنى خاصة بالمونتاج وتقطيع الحالة وتقسيم الشاشات هذا أني كل هنالأمور تمت بفق مداولة مع شركة ميديا برو والمسؤولة على تقنية الفار في بغداد الكريم وتم تعرضها على الاتحاد كرة القدم السيد الرئيس الاتحاد وسيد الأمين عام وتم مناقشة الأسماء يعني بتمع شديد وتم اختيار الأسماء طبعا في هذه الدورة ممكن أنه العدد يكون أقل حسب رأية المحاضر وحسب الاختبارات التي قيمها دورية يوميا يعني من الساعة ثالثة طبعا بعض المشاركين هم كانوا متواجدين في خليج البصرة وكانوا من الأشخاص المتعاونين مع الشركة في نصب الأجهزة وتقنية المعلومات بصفة آيتي وذولة يعني من الناس اللي نعرف كفاءتهم وشاهدناهم في كأس الخليج الأشخاص الآخرين تم يعني الاتصال عن طريق إعلان مصغر ولكن بصورة يعني ليست معلنة بصورة مكثفة لأنه العدد نحن محكمين به من خلال التعاون مع الشركة ميديا برو تعرف العدد كل ما يكون قليل كل ما أنت تقدر تستنقي أو يعني تنتقي الإمكانية والكفاءة المهنية بصورة معينة ولكن لم تكن هناك أي يعني بالاختيارات لم تكن أي هناك أي علاقات أو معرفة شخصية ولكن إحنا عدنا معلومات بصورة عامة عن كل شخص قدم السيفي مالته وتم اختباره ولا يزال هو في حالة اختبار إلى نهاية كورس الدورة طيب والأستاذ يعني محاضر خبير لا يوجد في قاموسة مجاملات نهائيا أكيد أكيد أستاذ لوأي ما نوعية الأجهزة التي قدمتوها خلال هذه الدورة وهل هذه الأجهزة التي تم التدريب عليها هي ذات نقاوة عالية جودة عالية أسوة بتقنيات الفار التي تتمتع بها دول الجوار والدول العربية ودول الخليج لو أكو فروقات بين جهة أجهزة وأجهزة طبعا مثل ما تعرف حضرتك ميديا برو هي شركة معترفة من الاتحاد الدولي وتم الاتفاق عليها من بداية أول كورس للفار ولكورس مشغلي لعادة كان هناك اتفاق مع الاتحاد الدولي هذه الشركة أخذت حصريا كأس العالم للسيدات وأخذت كأس العالم في البرازيل وكانت في جنوب أفريقيا يعني من الشركات اللي معترف بها دوليا ولها خبرة مهنية عالية جدا فيما يخص الأجهزة اللي تم استخدامها من خلال الشركة الشركة على مستوى عالي راقي جدا وحاليا تستخدم في الدوريات في دوري قطر وفي دوري الإمارات وكأس أبطال آسيا وكأس أمم آسيا الأخيرة اللي جرت في قطر كان بأيادي شركة ميديا برو بتعاون مع الاتحاد الآسوي اللي أعطاها التكليف يعني المهني بصورة واضحة جدا للجميع فالأجهزة اللي تم استخدامها طبعا هم الأخوان المحاضرين والسيد هادي البقائي يعني جابوا الأجهزة من خلال التعاون بروتوكول التعاون بين اتحاد العراقي وشركة ميديا برو وحاليا الأجهزة اللي تدربون عليها هي من أرقى المناشئ العالمية وكذلك مشابهة للسيارات اللي تم اتفاق عليها ورح توصل للعراق خلال الفترة المقبلة إن شاء الله ويتم استخدامها في دوري المحترفين بالإضافة إلى السيارات الموجودة حاليا ويتم استخدامها بصورة جيدة جدا طيب استاذ لؤي استغل وجود حضر تكوانت الناطق الإعلامي الخاص بدارة الحكام رغم العمل المستمر ورغم وجود تقنية الفار ورغم توفر كل شيء يذلل من حدوث الأخطاء الكارثية في دوري المحترفين إلى أن الأخطاء ما زالت مستمرة هذا الموضوع يشغل الآن دائرة الحكام أكو لغط على كثير من الحكام حتى بعد توفر منظومة فار كيف يتم علاج هذه الأخطاء كابتل لؤي طبعا أنت سيد العافين كرة القدم هي كرة الأخطاء وكرة الالتحامات والآخر فيما يخص موضوع الفار كتقنية دخلة العراق لأول مرة قياسا بالبلدان التي تم استخدامها من 2018 و2017 كل هذه التقنية وهذه المعلومات تعتبر حديثة حاليا علينا بالرغم أنه مسؤول عن كلامي المرحلة الثانية شهدت أقل أخطاء من المرحلة الأولى طبعا لا يزال كان عندنا معسكر في تركيا وكنت ضيف معاك صحيح بعدما رجعنا من المعسكر كانت هناك عمل مضني ومجهد جدا من الساعة السابعة صباحا ولغاية السادسة مساء في معسكر تركيا لم نذهب للاستجمال تم استقدام خبراء على مستوى عالي بالإضافة إلى وجود الكابتن علي صباح وهو من المتخصصين في الفار دائما بالمعدل بالأسبوع الواحد هناك جلستين على منصة الزوم لشرح الحالات التي تم عليها تكون حالات جدلية حالات ركلة الجزاء وحالات التسلل طبعا أنت تعرف كتقنية ربما بعض الأيام تكون هناك تقنية سبب بالكاميرا أو سبب بالرجوع المتأخر في الوقت الذي يشكل عليها أغلب الأخوان المتابعين والرياضيين هل هي علاقة بنوعية الجهاز؟ المرحلة الثانية أكيد أكيد يعني نوعية الجهاز ممكن مطرة معينة تأثر على جودة الإشارة بداخل الملعب وحدثت عندنا في عدة مباريات ممكن عشر دقائق أو ممكن خمس دقائق تكون المباراة بدون تواصل وبدون فار ويتم إبلاغ الفريقين أنه لمدة الحد هاي الدقيقة ماكو فار فيتم استخدام يعني يتم التحكيم بصورة طبيعية بدون اللجوع للفار ولكن بعد أن يعود للملعب يتم إخبار الفريقين كل هذه الأمور التقنية تعرف أنت يعني كحكم بداخل الغرفة الحكم غير مسؤول علىها وحكم بداخل الملعب غير مسؤول علىها ولكن من تجيني للتقنية وهي شغالة بصورة جيدة جدا أحتي بمهنية وهناك يعني هناك أقطاع ومشخصة وفي كل محاضرة أنا وزملائي في رجلة الحكام ودائرة الحكام يتم يعني يتم الكلام مع الحكام وخاصة في الحالات اللي يتم بها تغيير نتيجة المباراة يكون هناك يعني مبدأ عندنا مبدأ الثواب والعقاب موجود في المحصلة النهائية في المحصلة النهائية نحن كحكام وكحاليا نعمل في تطوير منظومة التحكيم ما أقدر أقول لك ماكو أخطاء لا أكو أخطاء ولكن من أجي أقارنها بالنسبة المئوية بين المرحلة الأولى كتقنية حديثة دخلت لداخل العراق وكل الجهود اللي عملت عليها مشكورة من أصغر شخص إلى منصب هذا الشيء يعني حضاري دخل للعراق حاليا نحن نأمل من خلال المحاضرات ومن خلال الكورسات اللي نخرج بها خارج العراق على تطوير كفاءة الحكم برأيي الشخصي أنا كنت في كورس قبل ثلاث أيام برأيي الشخصي المتواضع لو أحتي لك اللي شفت في دوريات عالمية من خلال المحاضرين وتم عرض الحالات اللي بلدان تعتبر صار لها باع طويل لمدة خمس أو سس سنوات تستخدم تغنية الفار أنا اعتبر إحنا نفسنا وعملنا وجهدنا اللي قدمنا في نجاح بالرغم هناك بعض الأخوان اللي يشكلون على عملنا في عمل جهة الحكام أو عمل التطوير إحنا ليس بصددها ولكن أنا أطلب من أول منصة اللي هي قناة الشرقية وبرنامج الشوط الثالث يعني رفقاً باللجنة الحكام ورفقاً بالحكم ورفقاً بدائرة الحكام نعمل بالمستطاع ونعمل بالجهود الفردية ونعمل بالجهود الفردية ونعمل ما هو متوفر أستاذ لؤي حضرتك يعني إذا تمرر وإحنا طبعاً نشيد بدوركم ونشيد بجهودكم وكان الله في عونكم متحملين كل شيء وإنتوا أداة مهمة ومساهمة في إنجاح عملية كل الدوريات لكن أنا أحشي لك بعد كل الأمور اللي توثرت لتسهيل عملية حدوث الخطأ دا تحدث أخطاء ويمكن يعني الخطأ اللي أنا ما رت أتحدث بالإسماء بس أنت جبرتني الآن يعني أكو أخطاء كارثية وقع بيها سالم عامر ذاك اليوم نعم والبارحة وقع بخطأ كارثي يوسف سعيد يعني أنا سؤالي كيف تتعاملون مع هذه الأخطاء رغم وجود التقنية ورغم إضاحة الصورة الآن الآن الحكم بعد ما يلام لأنه أكو كارث أكو تلفزيون وأكو مونيتر وترجع اللقطة لذلك يعني بعد الخطأ مرفوع مثل ما يقول هذا هو سؤالي كان كابتل لوي نعم نعم نحن فيما يخص الأخطاء أرجع وأقول كرة القدم هي لعبة الأخطاء نحن اليوم أقول لي أنه أي حكم يكون عنده يعني ممكن عنده قرار غير صحيح حتى لو بعد الرجوع رح يكون أنه يعني جلسة في ثاني يوم المباراة نتبع تقرير المقيم مع الحكام نعم وجهنا المقيمين بإرسال التقرير خلال 12 إلى 16 ساعة لأجل أنه نقعد نتحاور في لجنة الحكام كمحاضرين مؤتمدين وكأعضال جهة حكام وسيد مدير الدارة مع الحكام علي صباح كلنا نكون في نقاش من خلال منصة الزوم ودخول الحكام الطاقم التحكيمي بكاملا مع الفار ومع الحكام المساعدين وحكم الساعة وحكم الرابع نعم في كل مباراة ثاني يوم يكون لقاء فنحدد الأخطاء ونحدد الحلول اللي تعيننا بالدور القادم والحكم اللي رح يكون عنده خطأ مؤثر على نتيجة المباراة رح يتم إيقافه لأجل التطوير والرجوع إلى القرار في المستقبل ويكون القرار مقنع هذه الحلول اللي ماشى في كل دول العالم وعلى مستوى الاتحاد الدولي هناك حكام على مستوى الاتحاد الدولي في مباراة كأس العالم وفي مباراة تصويرات كأس العالم يكون هناك خطأ ووجود تقنية الفار نعم يكون الشرح للحالة مستوفي وإذا كان هناك القرار غير نتيجة المباراة أو قرار غير صحيح يتم إيقافه بصورة طبيعية ولكن لا يتم الإعلان عن الإيقافه هو هذا اللي إحنا نقوله لأنه أنتوا الآن عملتم على أنه إخفاء العقوبة الإدارية التي تصدر بحق الحكم الذي يرتكب خطأ وهذا يمكن يعني فدنوع يمكن أن يوافقكم لأن الحكم يجب أن يتمتع بالهيبة الكاملة وهو يقود المباريات لا أن يدخل حكما مهزوما نفسيا إثر تعرضه لعقوبات إدارية باختصار أستاذ لؤي وأنا سعيد اليوم باللقاءك معي وأتمنى لك الموفقية والنجاح موقفنا المقبل في موضوع تقنية الفار هل لدينا الآن القاعدة الواسعة لغرض عدم حدوث أخطاء حكام ومشغلي فار وفق تقنيات عالية طبعا بعد مواقفة ذات الاتحاد العراقي لكرة القدم سيكون هناك كورس زديد إن شاء الله بشراف الاتحاد الدولي والسيد المحاضر علي الطريفي نهاية هذا الشهر سيكون لمدة أسبوع على شرح براتو كولي الفار عن طريق منصة الزوم وبعد يوم 17 إن شاء الله أو يوم 16 رح يكون تواجد المحاضر الدولي علي طريفي والمحاضر الدولي ومسؤول تطوير غرب آسيا سيد اسماعيل حاثي سيكونوا ضيوف على العراق لفتتاح كورس الفار بمشاركة 23 حكم من بغداد ومن كل محافظات العراق تم إن شاء الله إجراءات الترتيبات اللازمة لإقامة الكورس رح يكون هناك إن شاء الله عدد كافي في الموسم المقبل نعم الكابتن لؤي صبحي أديب المتحدث الرسمي باسم دائرة الحكام المركزية شكرا لحضورك الكريم معي مع أمنياتي القلبية بالموفقية والنجاح لحكامنا ولمشغلي الفار وأدعو إن شاء الله لكافة الحكام وحكام الفار والمشغلين بالموفقية في قيادة المباريات الخاصة بدوري المحترفين بعد النهضة الكبيرة التي شدها الكرة ليس في العراق وإنما في ربوع العالم أجمع علينا أن نقلل من حجم الأخطاء اللي ترتكب أثناء المباريات وأتمنى من حكامنا أخذ الأمور والتدابير الخاصة باتخاذ القرارات المناسبة عبر التقنيات الخاصة بالمباريات مشاهدينا الأحبة نذهب بكم قبل ختام هذه الحلقة إلى البصرة الفيحاء وبالتحديد إلى واحد من الأدية الكبيرة هو النادي البحري الذي بدأت نتائجه الكبيرة تقربه من حلم العودة مجددا إلى دوري الأضواء لا سيما بعد النتائج الكبيرة اللي حققها في منافسات الدوري الممتاز أمجاد ناصر كان حاضرا في أروقة النادي البحري وهي لنا هذا التقنير المفصل عن النادي البحري نتابع أمجاد ناصر مباركا تفصل فريق نادي البحري للصعود إلى دوري نجوم العراق ليكون الفريق الثالث ضمن أندية البصرة مع الميناء العريق ونفط البصرة وجميعهم للأندية المؤسساتية التي تحظى بالدعم الحكومي ولديها جميع الإمكانيات للمنافسة فريق البحر الطموح تعثرت نتائج الأخيرة بالتعادل والتي يسعد جهاز التدريبي واللاعبين لتعويض الفرصة التي ما زالت قائمة لهم خاصة بعد تغلبهم في المباراة الأخيرة على الديوانية بهدفين بدون مقابل الفوز في هذه المباراة سوف نكون في المركز الثالث أو الرابع نتأمل وكنا كإدارة وكمدربين وكلاعبين نكون في المركز الثالث أو الرابع لأنه المركز الأول أعتقد فريق ديالة بالنسبة كبيرة وبعدها فريق الرمادي بقى المركز الثالث والرابع علي المنافسة لحد الآن وأعتقد راح تكون لنهاية المرحلة منافسة موجودة وحاضرة لكل الفرق قلت لك فريقنا نقص التوفيق وأنا على يقين أنه الفريق هذا صعد مع الفرق الأربعة المتاهلة راح يكون هو الفريق متاهلة دور نجوم العراق الحارس يصير نصف الفريق صح بس نصف الفريق بالتمرين بالتصرفات داخل الملعب بالتركيزة بحرصة على الفريق يصير نصف الفريق إن شاء الله والطموحنا إن شاء الله نصعد ويلة أربعة وإن شاء الله نصعد الدور المحترفين بعونا الله نادي البحر منذ تأسيسه في عام 1976 أحرز دور الدرجة الأولى مرتين وبلغ شبهناهي بطولة الكأس مرتين ولعب في الدور الممتاز لخمسة موسم كاملة وحلته وزارة الدفاع في موسمه السادس عام 1990 ثم عيد تشكيله بعد ثلاث سنوات ومازال الطموح يراوده للعودة إلى سابق عهده على وشك التحقيق والله كابتن أفضل ما يكون بالنسبة للإدارة يعني إدارة ومفرق الشيء النادي والنسبة للمدربين المدربين على مستوى عادي واللاعبين يظهر ما مقصرين بس نحن سوء حظ لأسف هذه الفترة نتمنى الفترة الجاية عدد الوضع إن شاء الله وجد يشوف اللاعبين والكادر كلهم همة وغيرة وإن شاء الله صادين من ضمن الفرق الثلاثة الميناء ونفط الجنوب دور النجوم الحمد لله لأكل الحال وحدة تدريبية مكثفة يبذلها الجهاز التدريبي من أجل الحصول على العلامات الكاملة التي تؤهل الفريق للصعود إلى دور النجوم لبرنامج الشرط الثالث أمجاد ناصر البصرة شكراً أمجاد على هذا التقرير وشكر موصول لمكتب الشرقية في البصرة على هذه الجهود آملاً للنادي البحري الموفقية والنجاح وأدعو المتناحرين بسبب المشاكل الإدارية أن يلتفوا خلف رئيس الهيئة الإدارية قائد القوة البحرية الفريق مازن قبيان اللي طبعاً بالتأكيد هم الداعمين الحقيقيين للنادي البحري وأيضاً هم من يشرفوا على هذا النادي أتمنى أيضاً أن تكون الإدارة ما بين عدد من الشخصيات الرياضية البصرية المعروفة وما بين قيادة قوات البحرية لأنه هذا النادي عسكري وبالتالي إحنا نريد نبتعد من المشاكل لأنه المشاكل ستؤدي ما تؤدي من تدهور لنتائج النادي البحري وجميع الأدية الرياضية سادتي الأحبة من البصرة العزيزة الغالية أصلوا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة اللي أشكر فيها ضيفي الكريم الكابتن الحكم الدولي السابق لؤي صبحي اللي كان محورنا طبعاً مخصص لدورة مشغلي الفار أشكر لكم طيب المتابعة وأقول لكم تحية جميع زملائي من استوديو البث والكونترول ومن المبدع دائماً مخرج البرنامج علي باقر ومني أنا محدثكم محمد إبراهيم الناصر على أمل اللقاء بكم يوم غد بإذن الله وحلقة جديدة من حلقات الشوط الثالث عبر الشرقية طبتم في أمان الله إلى يوم غد أقول لكم في أمان الله اشتركوا في القناة